اشتركوا في القناة 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 تتكلم على اللي بتشوفه قدامك. لما تيجي تحلل اهداف النادي الاهلي. يبقى تحلل اللي انت بتشوفه قدامك. اللي احنا عرضناه لحضراتكو دلوقتي. هتلاقي فيهم جمل خطط ضغط تعد جهد لعيبة وجهاز فني ودراسة المنافس. مش تقول خطف بيرامدز. خطف بيرامدز. عشان بيرامدز ضيع قولين تلاتة. طب ما الاهلي يمضيع 4-5 جهة. وضع طبيعي ما انت بتلعب مباراة. يعني لازم الفريق اللي قدامك يهاجمك. حتى لو مش فرق بحجم بيرامدز. لا لا الاهلي انكمش ولا الاهلي لعب على جامعة مرتدة. اه مستر موسماني لعب اكتر من طريقة في المباراة اللي فاتة. يمكن لعب تلات طرق. انما عايز تقول ايه عن نادي الاهلي. يعني لما لقدر الله نادي الاهلي بيحصل تعصر ليه ماتش ولا حاجة. لقيهم فرحانين وشمتانين. لما الاهلي حتى بيكسب تلقهم تعبنين. ومش عاجبهم المكسب. انا مش عايزك يعجبك المكسب. لانك هتتعب كتير جداً مع النادي الاهلي. لان النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله هو اللي هيوصل النادي صراته وصولاته وجوالاته. وده حيتعبك. انا عارف انه حيتعبك. وهيتعب ناس كتير جداً عارفين نفسهم. طيب بعد مباراة بيرامدز وقبل سفر النادي الاهلي في جنوب أفرقيا